السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد ان عرضا ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش المقلي او الخبز المقلي مش شارب ولا نقطة زيت من غير حليب من غير ضيط وهقولك ازاي انتفخ معاكي بالشكل ده شايفا شكله جميل ازاي تابعيني لغاية اخر الفيديو هقولك على كل اسرار نجاح وما تنسوش اللايكات يا بناتو يلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة كبايتين من الدقيق عليهم رشة من الملح ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة صغيرة من السكر هنقلب المكونات دي مع بعضها وبعد كده هنبتدي باضافة ميا دافية بشكل تدريجي لغاية ما شوفها تتعجن معي وتبقى عجينة متماسكة وتسيب ايدي وفي نفس الوقت يكون فيها سن التلذيق بسيطة ما ضفناش زيت ما ضفناش اي مادة دهنية ليه علشان هو اصلا هي تقيف الزيت فمش محتاجين ان احنا نضيف اي مادة دهنية بس هي دي المكونات البسيطة بتاعته وزي ما قلت لكم يا بنات لو ما عملتيش لايك للفيديو نزلي تحت الفيديو وعملي لايك بس مش محتاجين ننزل بيها على رخيمة او حاجة لانها هي مجرد كوبايتين دي يعني اعمليهم بايدك كده زي ما انت شايفة نعجنهم بايدنا كده وانا شايفة قوان بتاعها تغير ازاي وباقبك متماعية بيبقى فيها شوية تلزيق كده مش بيتيب ايدك خالص هنسيبها في مكان دافي وانا بعد ما عد ساعة واختمرت وضعي في حجمها هنبتدي ان احنا نشتغل عليها هنقطعها كور على حسب حجم الارغفة العيش اللي انت عايزة تعمليها احبه ان انت تكبري كور كبريها احبه صغريها عن كده صغريها زي ما تحبي هنقطعهم كده قطع متساوية بالشكل اللي انت شايفة يعني هيا ادي معك حوالي التسعة او عشرة انا عملتهم ادي معي تسعة قطع هبتدي اشتغل عليهم قطع قطع صانية كده وعمل عليها رش الديق وناخد بالنا يا بنات ونحط وبنرسل الرغفة بعد ما نفردها انها ما تلزقش ببعضها لو لزقو في بعضهم مش بتمفخ معاكي على النار فتغضي بالك وتحطي دقيق تحتها او ممكن نرسوهم على الرخامة جنب بعض بصي بنفردها بس مش بنفردها قوي رؤيئة جدا لا بتبقى فيها سنة صمكة كده ااااااااااااا فنحق قبالنا ويحنا بنرساها بالشكل ده انهم ما يلزقوش في بعض فيفضل نحطوهم جنب بعض مش فوق بعض لان انا حتي حطت دقيق في نصهم وفي بعضهم لزق مني فاخد لي بالك ما تغلطيش غلطتي بس يفضل نرسلهم على الرخامة كده جنب بعض وتحتهم دي هنعمل كل الكمية بالشكل اللي انت شايفه ده على شكل دايرة وزي ما قلتلك ما ترقيهاش زيادة عن اللزوم بس سهلي جدا وبسيط وهنروح بقى على النار هنحضر زيت لازم يسخن الاول قبل ما نحط العيش بتاعنا بس خلاص سخن كده النار تبقى متوسطة والنار متبقاش هادية يا بنات علشان لو هادية الرغيف مش هينفخ معي بنرش الزيت عليه من فوق كده وهو على النار ده من اسرار انتفاخه مش هيتنفخ معيك غير لما ترشي عليه الزيت من فوق اول ما تنزليه بالضبط في الزيت بوسي تاني هوريكي واحد كمين بوسي هنرش عليه الزيت من فوق بالشكل ده هيبدأ ينتفخ معينا لغاية ما ينتفخ خالص ولما ينتفخ نقليبه على النحن الثاني عشان ينتفخ من ناحيتي وعملت كل الكمية لغاية ما خدت معي اللون الدهبي الجميل ده وشايف شكله منتهى الجمال والروعة ومش شارب ولا نقطة زيت ولو اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها باللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة